هذه عودة مجددة إلى العراق ونحن نتحدث اليوم عن قضية جدا مهمة والأمن السبراني في الوطن العربي ضيفنا لهذا المحور المهم بأدق تفاصيل نتحدث ومخرجاته مع الدكتور صفد الشمر أستاذ الإعلام الرقمي في جامعة بغداد نورتنا دكتور وأهلا وسهلا بك في برنامجنا العربي بيت للكل حياكم الله حياك الله صاد أحمد وأشكركم لإهتمامكم بهذه الموضوعات وأشكر اهتمامك الشخصي في هذا الموضوع وهذا أندل على شايفة ويدل على تجدتكم وعلى اهتمامكم بكل ما هو جديد نورتنا دكتور أنت النور صحيح دكتور اليوم نتحدث عن الأمن السبراني بالبداية نحن في كل حلقة وفي كل لقاء نذكر الأمن السبراني نعرفه بشكل بسيط حتى المواطن الذي لا يعلم ما هو معنى الأمن السبراني حتى تكون لديه المعلومات الكاملة وندخل بباقي التفاصيل الأمن السبراني كمفهوم عام هو مجموعة من الإجراءات التي تتعلق بحماية أمن دولة يعني حينما نتحدث عن مصطلح كبير أكبر المسميات على مستوى دول العالم وهو أمن القومي اليوم الأمن السبراني صار موازي يعني اليوم بدون أمن السبراني لا أمن قومي فبالتالي شوف أنت أهمية هذا الموضوع المشكلة أنه الخطأ الذي يصير أنه الأمن السبراني على أنه إجراء تقني بحت مع العلم أن الإجراء التقني هو واحد من مجموعة إجراءات بل يأتي في سلم أولويات قد تكون متأخلا إلى بقية الإجراءات إجراءات التي تتعلق الأولا في قضية الإجراء الحكومي التشريع التعاون وتفاصيل كثيرة فبالتالي نعم الإجراء التقني مطلوب لكن الإجراء التقني سيكون تحصيل حاصل في حال أنه صارت هناك الإجراءات أما حينما تتحدث لماذا لا توجد مظاهر أمن السبراني في بعض الدول لأن تلك الإجراءات التي تسبق الإجراء التقني غير موجودة فبالتالي تشوف اليوم الإجراء التقني موجود في جميع دول العالم لكن حينما تتحدث عن إجراء التقني من دون تلك الإجراءات فهي رقمنة من دون إجراءات أما في موضوعات تسبق تلك الإجراءات ويكون هناك عملية تشفيك بين تلك الإجراءات نتحدث هنا عن أمن سبراني دكتور حدث خلل قبل فترة يمكن شهرين أو أكثر وسموه بالنظام السحابي خلل في النظام السحابي في الوطن العربي حجبت بعض المواقع يمكن توقف التليجرام مايكروسوفت هذه التفصيلات مدلولات هذا التوقف وهذا الخلل هل يعني بأن الأمن السبراني ليس مكتم اليوم بالشكل المطلوب هناك إجراءات يجب أن تتخذ حتى يكون حقيقي من عنوان الأمن السبراني لمواقع معينة سيد أحمد هو ما حصل كان يتعلق في أزمة تختص بماكروسوفت ماكروسوفت تلك اللي هي ما معلوم أنه أحدا من أمهات التقنية على مستوى العالم بل أن جميع أو معظم البرمجيات التي تتعامل على مستوى دول العالم قد تكون منبثقة أو بالتعاون مع ماكروسوفت اللي حصل أن ماكروسوفت بالأساس هو خلل أيضا سبراني قبل أن يكون خلل معني في قضية الإجراء التقني اللي صار أن ماكروسوفت هي متعاقدة مع شركة أخرى تختص في قضية حماية أمنها السبراني هذه الشركة طورت بعض البرامجيات هذا التطور لم تتوافق التطورات مع الخدمات التي تقدم مع الحواسيب الموجودة ضمن فروع تلك مثلا حضرتك عندك شركة عندك مطار عندك بي هذه الحاسبات الموجودة عندك لم تستطيع التعرف على البرامجيات أو الخدمات التي تصلها من خلال فبالتالي حصل هناك توقف بين الطرفين هذا التوقف انعكس على ماذا؟ انعكس على حجب مجموعة من الخدمات إلى إعلاقة في هذا الموضوع وبالذات هم شريحة رئيستين القطاع الطيران تأثر في هذا الاتجاه وبالإضافة إلى قطاعات البنوك هذا الخلل الدكتوري خلينا تحدث عن شركات الطيران خلل في البنوك خلل في كل شيء الأمن السبراني والخلل في منطقة معينة يسبب خسائر اقتصادية لبعض البلدان المتطورة التي تعتمد إيراداتها على الرقمنة وحوسبة الأشياء وكل هذه الأنظمة الحديثة بالتأكيد هو اليوم مثل ما هو معلوم أنه أي توقف مجرد توقف في خدمة الانترنت في فترة معينة هذا تعود عليه خسائر مع الدول التي تتعامل بشكل حقيقي مع الظاهر الرقمية مجرد أن تتوقف لمدة ساعة ساعتين معناها كنا خسائر لماذا؟ كل قطاعات الأعمال اليوم تكون من خلال الرقمنة فبالتالي هذا ينعكس على ماذا؟ أن توقف تلك الخدمات و توقف هذه الخدمات معناه أنه أسهم قد تنزل أشعارها تعاملات تتوقف مصالح تتضرر فبالتالي هناك ضرر سيكون في هذا الموضوع دكتور وضاعة الأمن السبراني و الأمن القومي بموازات بأن هذا العمل يشبه هذا العمل للبلدان نعم شون هذه التفصيلة؟ أستاذ أحمد اليوم الأمن السبراني على مستوى تعامل العالم يسمى بالمجال الخامس للحروب يعني تخيل هناك حروب برية وبحرية وجوية و من ثم أتت حروب الفضاء و خصوصا عند الروس و عند الصين و ثم أتى المجال السبراني اللي هو حروب الأنترنير اليوم المجال السبراني غيرت القواعد بل أنه دائما المجالات الأربعة كانت تتحدث عن دول عظمى عن دول كبرى فبالتالي حينما تتحدث عن دولة قوية عسكريا يفترض أن تكون قوية اقتصاديا قوية من حيث المكان التاريخية وبالتالي كانت هناك الدول القوية على مستوى العالم معلومة هناك مجموعة دول هي التي تحكم العالم اليوم اللي صار هذه الموازنة اختلت إلى حد ما كيف اختلت صارت هناك التوازنات اختلفت يعني اليوم من يمتلك التقنية صار يمثل تهديدا بالنسبة للجهات اللي كانت تصف نفسها كبرى فبالتالي اليوم هذه العوامل الدول الكبرى تغيرت بما أن تشقد عندك أنه أمن سبراني قوي فتشوف اليوم مثلا دول مثل كوريا الشمالية روسيا وربما حتى إيران عادت صياغة نفسها من خلال أمن السبراني فقام ينظر إليه نظرة أخرى غير تلك التي كانت ما قبل أن يكون الأمن السبراني نتحدث اليوم عن الأمن السبراني في العراق هل نحن متوقفون في منطقة معينة نحتاج كثير من الدراسات نحتاج لكثير من الدعم من المؤسسات الحكومية المعنية بدعم الأمن السبراني العراقي يعني بنظرة تحليلية موضوعية لا تفخص الناس أشياؤهم من شخص أدعي أني مختص أو ما تنفي هذا الاتجاه أعتقد أن الأمن السبراني في العراق الآن بدأنا بالتفكير الجدي في أن نلحق بركب الأمن السبراني على مستوى العالم الآن تحديدا وخلال 24 تحديدا يعني هناك مجموعة من الإجراءات التي قد تبشر بخير يعني للأسف هي متأخرة لكن أن تأتي متأخرا غير خيرا من لا تأتي أبدا أعتقد أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة العراقية فيما يتعلق موضعة التحول الرقمي والإجراءات المتعلقة في الاتجاه هي إجراءات مهمة على صعيد الانتقال إلى المرحلة الأخرى أو أن تكون بمصاف الدول على الأقل الجوار اليوم دول الجوار دول العربية حققت شوت كبير نعم هذا النتاج هو متفاوت بين دولة ودولة لكن بشكل عام حققت طفرة في هذا الاتجاه اليوم العراق بدأ يفكر جديا لكن ما ينقص هذا الإجراء الذي اليوم نتحدث عنه نحن بحاجة إلى تشريع تعرف حضرتك اليوم أي عملية من دون تشريع ملزم ويبين الخيط الأبيض من الأسود ويبين أنه ما عليك وما هو لك يعني لا تبقى العمليات عبارة عن عمليات ارتجالية وإن كانت منظمة لكن حينما تكون تشرع بقانون ويقول لك أنه واحد اثنين ثلاثة وأيضا أنه في حال أنه تهاونته وفي حال لم تتعامل بشكل دقيق مع فلان قضية من فرط تكون هناك عليك عقوبة إدارية عقوبة قانونية حتى متحالها على أي إجراء حكومي يمكن أن تعمل يعني أنت تجري بلاء حسنا عذرا على المقاطعة احتاج اليوم مجلس النواب العراقي الموقر بأن يكون هناك تشريعات لقوانين خاصة بالأمن السبراني العراقي حتى يتضح محددات هذا القانون ومن يخرق هذا القانون وبأي مسار نتجه يوزع المهام المسؤوليات تعرف اليوم الفضاء الرقمي هو فضاء مفتوح لكن يفترض أن يكون متشابك المشكلة بالعراقي اليوم المشكلة الحقيقية أن جميع التنظيمات الرقمية إنجاز التعبير جميع الممارسات تتعلق بتطوير الظاهرة الرقمية بالعراق تكون من خلال مؤسسات كل مؤسسة تعمل بحده فبالتالي هذه ستبقى ضمن حدود الرقم أنه لا تصل إلى مرحلة التحول الرقمي التحول الرقمي هي ثقافة هي ممارسة هو تشابك هو تعاون وزارة التعليم العالي يمكن في حدث في اليوم العالمي للشباب كانت كلمة لوزير التعليم العالي المحترم بقضية الأمن السبراني أو هذه التفصيلة هو بالتحديد في 12 أغسطس معاش يعني 12 أغسطس نحن نقول بالعراق أوقع سيد وزير التعليم العالي كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء في صفة رئيس مجلس العلاء للشباب في العراق في اليوم العالم للشباب وذكرى السنوية الأولى لانبثاقة المجلسة على الشباب في العراق وتحدث الرجل في الكلمة عن مجموعة من المشاريع الرقمية في العراق تتعلق بتطوير القدرات الرقمية من خلال الشباب وطبعا هذا يعني أعتبر أنا حديث واعي واتجاه واعي بين أنه أنت أولا تنمي قدرات شباب الرقمية ثانيا تنمي قدرات دولة فبالتالي يتحدث عن فريق وطني الجانب الرقمية يتحدث أيضا عن مجموعة من الموادرات تتعلق مثلا بألف قرض يقدم بالمشاريع الرقمية تقسمها بين 500 ريادية خطوة مهمة لأمام نحن مجلس المسار الرقم العراق أيضا بالتنسيق مع المجلس العلاق الشباب في العراق إن شاء الله بعد الأربعينية إذا أراد إن شاء الله سنبدأ برنامج في اشترك لتنمية مهارات ألف شاب عراقي في العراق على المهارات الرقمية هذه ستكون على مدى عشر دورات على مدة عام كل دورة مئة شاب يدربونهم من جميع المحافظات يدربونهم على مهارات رقمية معينة ومفق مدربين طبعا هذه ستكون مدفوعة الثمن من قبل المجلس العلاق للشباب فبالتالي نحن نعول كثيرا على هذا المجلس بأن يحقق شيء في هذا الاتجاه وحسب معلوماتنا المجلس العلاق للمرة حصل على موافقات من قبل سيد رئيس الوزراء قبل أسبوع تقريبا أيضا في قضية أن تكون هناك ألف مشروع نسوي بالعراق يتعلق أيضا بظاهرة الرقمية أن يدعم من قبل المجلس العلاق وكلفت وزارة الاتصالات حسب معلوماتي ووزارة المالية بأن توفر الموارد الاقتصادية أو المالية لهذا المشروع فهناك أعتقد مشاريع كبيرة يعني نتوقع أنهم مع نهاية العام قد تكون هناك مرحبا دكتور بدلت خير عندما نشاهد اليوم دعم دولة رئيس الوزراء للمجلس الإعلاء للشباب بتفصيلات مختلفة في مجالات مختلفة اليوم المجال الرقمي عندما تكون حضرتك ذكرة ألف شاب يدربون من خلال دورات تدريبية بدعم مادي بدعم مالي بلد فتي هل هذه هي بادرة خير بالنسبة للعراق من خلال هذا المجال بالتأكيد بالتأكيد يعني الألف شاب وهذه الألف شاب يكون مبادرة ويكونون مدربين لغيرهم هذه مبادرة من مجموعة مبادرات أو بداية لمجموعة مبادرات معناه انبثاقة مرحلة جديدة هذه المرحلة تعي أهمية الظاهرة الرقمية وتعي أهمية أن تكون المرأة أن يكون الشاب قادرا على التعامل مع هذا الموضوع لكن أعتقد أن هذا كله يرادلنا أو ما يعوزنا من تكون هناك تشريع ينظم هذا الموضوع وأيضا نجدد دعوة أن يكون هناك مجلس أعلى للأمن السبراني في هذا العراق وخصوصا مع توجه الجامعة العربية تقريبا في الدورة 33 مثل ماقشتان وجنابك اللي صار في البحرين وصار هناك مجلس وزراء العرب للأمن السبراني وهذا المجلس سيكون حسب معلوماتنا في داخل الرياض أعتقد أنه هذا يتطلب وحينما يكون العراق شريكا في هذا الموضوع يتطلب بناء تحتية لهذا الموضوع فأعتقد أن العراق سيتحرك بشكل كبير وأنا أيضا هنا أشير إلى الجهد الكبير التي تقوم بها هيئة الإعلام وانتصالات أن هناك مجموعة من الإجراءات التي تتعلق في قضية تنظيم المجال الرقمي أعتقد أن الأمور يبشر بخير لكن لا يعوزنا فقط قوة تشريعي إن شاء الله مبارك هذه الخطوات أستاذ الإعلام الرقمي الدكتور صفد الشمري نورتنا في برنامجنا العربي بيت للكل في هذه المعلومات القيمة نتمنى بأن يكون أمن سبراني حقيقي في عراقنا الحبيب وخاصة مواكبة التطور والوصول إلى العالمية وليس فقط إلى البلدان العربية نورتنا شكرا جزيلا شكرا لحضرتك إذن زملائتنا هذا محور الحلقة عن الأمن السبراني من العراق هذه عودة مجددة لحضاراتكم لإكمال باقي فقرات برنامجنا العربي بيت للكل